أبو الليل في قبضة الأجهزة الأمنية إلى إصلاحية سجن مأرب أعيد المتهم بمقتل أحد أبناء قبيلة الجدعان وآل نويصر في المحافظة أحمد يحيا قوزي المتهم بقتل المواطن حسين علي مبخوت يمثل أمام السلطات فترة طويلة ونحن ندوره والرجال الأدلة موجودة وملفه موجود من ميفعة عنس من حيث سوى الجريمة حقه إلى أن وصل مأرب كل شيء موثق من النيابة ومن المحكمة هنا في هذه القاعة يجري فك رموز اللغز حيث المتهم الذي كان يقيم في محافظة الحديدة وارتكب جريمته في محافظة ذمار وسجن هناك ثم أطلق سراحه من قبل سلطة الميليشي عاد إلى مأرب مجددا لكن هذه المرة إلى السجن الخطوة التي قام بها اليوم آل نويصر والجدعان خطوة جبارة تدل على ثقة المواطن بالآمن وبالقضاء وتوجه الناس إلى تحكيم القانون والخروج على العادات السيئة التي يستخدمها بعض الناس خارج إطار القانون ما حدث اليوم يعني خطوة جبارة يشكروا عليها مع أنهم كانوا قادرين على أنهم يأخذوا حقهم بإيداتهم ولكن ارتعوا إلا أن يطبق القانون والقضاء ويفعل دور الدولة والحكومة الكلمة الفصل هي لسلطة القضاء وهكذا أرادت قبيلة الجدعان وآل نويصر أن تسير قضيتهم في طريقها الصحيح لاستكمال إجراءات محاكمته واتخاذ السلطات ما يجب كان عليهم أن يواصلوا العمل على الإجراءات القانونية ويحال المتهم إلى النيابة وهي خطوة ينظر إليها على أنها تسند موقف المواطنين الباحثين عن دور أجهزة الدولة ومؤسساتها ففي ظل الدولة لا يمكن أن يسفك الدم مقابل الدم إلا بالمحاكمات القانونية ويأخذ كل مظلوم حقه